في لبنان دخلت الأزمة الصحية وتحديدا أزمة الأدوية مرحلة جديدة مع زيادة احتمال رفع الدعم الحكومي عن القطاع فماذا تقول الأرقام؟ بداية أعلنت نقابة مستوردي الأدوية أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه تام منذ أكثر من شهر بسبب تراكم المستحقات التي فاقت 600 مليون دولار وحذرت النقابة من أن مخزون شركات الاستيراد من مئات الأصناف من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية قد نفت وأشارت إلى أن مئات الأصناف الأخرى ستنفد خلال الشهر الحالي في السياق نفسها أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن أكثر من 700 صيدلية أقفلت بسبب الأزمة يأتي ذلك في ظل استمرار هجرة مئات الأطباء والممرضين أيضا وحذر مرصد الأزمة تابع للجامعة الأمريكية في بيروت من أن تكلفة فاتورة الدواء في لبنان تعد من بين الأعلى في العالم ولفت إلى أن لبنان يستورد 81% من الأدوية وقال المرصد أن لبنان لا يوفر ما يكفي من الدعم لمصانع الدواء المحلية التي تؤمن 19% فقط من احتياجات البلاد من الدواء وانعكست بداية أزمة انهيار العملة المحلية عام 2019 على قطاع الأدوية مما دفع المواطنين للتهافت على شراء كميات كبيرة من الأدوية في مقام تجار كثر بتخزينها ونشط المهربون للاستفادة من تدني الأسعار إذن هذا حجم الأزمة المهددة بالتفاقم فقبل ثلاثة أيام قررت سلطات اللبنانية ترشيد دعم قطاع الأدوية قرار أوحى بأن قيوة جديدة ستفرض مما خلق أزمة مستجدة تهدد شريحة كبيرة من اللبنانيين اشتركوا في القناة